طلب مجلس بلدي الشمالية بتزويده بنسخ من القرارات الوزارية المتعلقة بشأن البلدي في كافة مناطق المحافظة الشمالية معللا ذلك بأن عدم العلم بها قد يؤدي إلى وقوع الأذى على المواطنين بسبب رفض بعض المعاملات أو تأخرها بسبب عدم إحاطة المجلس والجهاز التنفيذي بأي تغيير في بعض القرارات التي تتصل بمجال عمله بشكل مباشر من جهة أخرى توافق أعضاء المجلس على إقامة المشروع الاستثماري الترفيهي الواقع على ساحل البديع من قبل إحدى الشركات الاستثمارية مشترطا في الوقت ذاته توفير أعلى درجات الأمن والسلامة لمرتادي تلك المنطقة على أن يعود جزء من العوائد المالية في تلك المنطقة على أهاليها ثم تطرق الأعضاء إلى مسألة تخصيص مجموعة من الأراضي لإنشاء مسجد وصالة مناسبات بالإضافة إلى محلات تجارية وممشم في إحدى المناطق بمدينة حمد كما ناقش الأعضاء مع الجهاز التنفيذي الأسلوب الأمثل في التعامل مع النخيل حيث أكد الجهاز التنفيذي على أنهم في عمل دؤوب ومستمر في هذا الشأن وتوافق الأعضاء على تغيير تصنيف عدد من العقارات في مختلف مناطق المحافظة الشمالية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة والمشاريع التطويرية المطروحة فيها ترجمة نانسي قنقر